أوف كابتن أيمن يونس مشرفنا ومنورنا كابتن أيمن قاله وسهلا بحضرتك يا أيمن أنا مبسوط أن أنا معي ده أنا اللي بقى مبسوط جدا وابقى سعيد ومبسوط بالمساحات اللي إحنا بنروح نتكلم فيها مساحات مختلفة ووصلة للناس يعني أوي أصل إنت عايش دلوقتي مش فوقت حساب ده وقت الحقيقة صحيح لو عندك حاجة تفيد البلد لو بتحب البلد قول لو عايز تساند في بلدك قول إحنا ما بنحبش الدباب اللي عايزة تأذي بلده إحنا بنتكلم بمنطق ومنطلق إن إحنا عايزين نسند إحنا عندنا خبرات وإنت عندك قلب وحماس فلازم يكتمعوا لازم يكتمعوا للمصلحة العامة عندنا منظر يخوف في المستقبل إحنا مزعلانين إن إحنا خرجنا من الأمر في الخير ما إنت ممكن تخسر أي بطولة أو ممكن تخسر أي منافسة لكن إنت دايما لما بتيجي تقيم بتقيم بكرة شكله إيه فلما النهاردة شكله كده وما فيش أي نور جاي لبكرة وما فيش خطة وما فيش صناعة وما فيش الكلام الكبير اللي بيتقال ده فإنت بتخاف فلا إبراهيم زي ما أنا شايفك واقف عايز تنط جوه الشاشة وعايز بتشد في شعرك وبتشد وقلبك مهزوز عايز تقول يا جماعة ما ينفعش في بطولة ده أنا وإنت لسه بنقول قد تكون الأسهل يعني لو كان حضرتك دخلت الستوديو أول كلمة قلتها اللي قلت لي إحنا ضيعنا أسهل بطولة ده أنت شايف الفرق عاملة إزاي كم الاحترام يتفرجنا على ماتشاط النهاردة تفرجنا على ماتش كودفوار ده بتتفرج على فيلم سينما ده فيلم هيتشكوك حاجة رعب يعني فيرأ يطرد منها واحد على فكرة تحية للحاكم المصري محمد عادي تحية لحكامنا يعني لحكامنا اللي شرفونا قوي وأداء أسيبك من العمل ومالي وأنهم مزعلوا النضاء أجبت كابل سمير أسمان قال لي ما أخطأش ولا ولا غلطة هو كانوا عايزين يلعبوا الكورنر هو كان يستنفذ الوقت خلاص وطرد واحد وليكو ضربة جزاء وطرد التاني في الجونة التاني يعني يعني انتو بتعمل تردوا على إيه ده ده يعطوا ماتش عمركم صح في الراجل محمد عادي العشر على عشر صح ولكل حكامنا بصراحة مشرفين وده يا قدنا هي منظومة التحكيم في مصر عاملة كده ليه وشمعنا بره عاملة كده هو احنا مننا بقينا قاسين وعندنا قسوة إهانة حتى الحكم بتاعنا رغم أنه هو مشرف جدا ونجح جدا انت العجلة بتاعتك مليانة حاجات من الأخباط فإنت لما بتيجي تقعد تقيم انت بتتفرج على البطولة بمنظور حرصك على سمعتك ومنتخب بلدك بس حاجات كتير قوية لازم تخليك تفضل زي ما أنا شايفك كده متغاز متجز على سنانك ما نحلللنا يا جماعة قبل الهوة يعني بس هو كده هو كده خلاص حاجنن حاجنن بلعب موتش كورا صحيح احنا بنزعل على بلدنا نستحق أكتر من كده كل حاجة عندنا بالأخباط وبنعمل بعض من غير حب طب عايز أقول لك وساعات من غير احترام معين احنا متقلبين زي كنا عايزين ننجح لازم على أل مبدأ النجاح ناس تحب بعض طب خلينا بتدي معاك المسلسل هل المسلسل من عند كيروش من إقالة كيروش ولا الحتة ولا احنا في يعني بسبب ايه احنا وصلنا للحتة اللي احنا فيها دي الفاتي كتير في مجتمعنا وانت عشان تمشي كيروش بالطريقة دي كان انت بتحصد ما حدث الكيروش النهار ده هو ده اللي حصدته على فكرة مش غلطة فيتوريا هو فيتوريا لما جيه مصر هو غلطته انت شايفه غلطته هو الراجل ما كدبش في حاجة انت اللي رحت شفت فيه حاجات مش موجودة فيه هل الراجل اللي درب في إفريقيا قبل كده لا هل الراجل درب منتخبات قبل كده انت الوحيد اللي رحت شفت فيه حاجات دي هو الراجل ما كذبش انا كده بس العقد بتاعه كان قاسي جدا علينا وده اللي بيزعان ان احنا لازم يكون عندنا مساحات مدمبر راهن راهن يعني أنا لما جيب رينار احط معاه اي عقده هو عايزه ماشي لكن لما جيب واحد براهن عليه انه بنخترع معاه فكرة ومش عشان برطوغالي ولا علشان مش عارف ايه يعني كده هيعملك منت اعظم انجازاتك ولم مدرب مصر ماشي حصل لكن عمر ما كانت اعظم انجازاتك بمدرب اجنابي طب انت علشان تجيب وتراين على واحد ما عندوش ده كله ازاي تعمل عقد قوي كده طب انت مزنوق في ليه ده انت تعمل عقد لو ما نجحتش في اي بطولة حتقبل كان لازم تخريجة افندم كان لازم تخريجة للعقد ما تخريجة للعقد ما انت اتحاد الكرة ما عندوش لجنة فنية وعضو اتحاد الكرة مش عارف ايه دوره وايه دور اللجنة الفنية ايه دور اللجنة الفنية فرصة خلينا نروح بقى في المساعد ما انت لما تيجي توضى ببيتك اي بيت لي توضيبة ماينفعش تحط الليفنجرون في قط النوم صح عضو مجلس الادارة من حقه انه ينتقي من خلال ترشحات اللجنة الفنية اللي هما ناس شغلتها انه يتحضر مدير فني وتحط مواصفات وتحط درجات في تيجي اللجنة الفنية طولة انا عايزة واحد عنده خبرات افريقية خبرات منتخبات قدر يكسب بطولة قدر ينافس على بطولة اداءه الفنية لقب الفكر والملعيبة اللي موجودة عندنا في يبتدي يحط نقاط ومن خلالها يبتدي يفكر ينتقي العنصر الملائم لكن انت منعضم كمجلس ادارة اه انا ادي لك 3 اربع اسماء اتناقف منهم بتنطبق عليهم المواصفات لكن انت مش منحقك تروح تجيب واحد طيب لا 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 الكلمة كده مش منحقك كمجلس ادارة تروح تجيب واحد ده حتى الاندية المفروض كده يعني الاندية لو في حالة الاستقرار الكامل بتاعها ده طريق التفكير الاندية دايما كل ما في لجنة فنية الكورت القدم لجنة فنية الهندبول هي اللي بتدير وبتشرف وبترائب وبتدور وبتحضر طيب في المنتخبات اللجنة الفنية يكون عملها ايه بس هو اختيار مدير فني فقط ولا غير ومتابعة ومتابعة الانشطة وقطعات النشئين والكلام ده كله كل ما يخص كلمة فرق اتحاد الكورة ومدربين اتحاد الكورة وصناعة المستقبل ومرقبة الدوريات النشئين والافرازات الفنية ومين بيجي دور كبير واللجنة دي كان زمان بتحط فيها اسماء كبيرة بتحط فيها يعني ناس اسماء كبيرة انها بتدير اللجنة دي زمان هل الخطأ ان احنا ما عندناش لحد دلوقتي مدير فني للاتحاد مثلا هل ده خطأ طبعا لان المدير الفني ده هو الاكثر خبرة هو اللي عنده قراءة استراتيجي للاتحاد هو اللي عنده قدرة ان هو يحضر وينفذ ويصنع معاك المستقبل اتحاد الكورة بيبقى اصحاب قرارات مش حابب ان انت تعمل نفسك ان انت بتفهم كل حاجة مفيش حد بيفهم كل حاجة الفهلوة ازهقنا منها والفهلوة هي عدوك في مجتمعك دلوقتي فاحنا الادوار متوزعة غلط الدوديبة غلط النتيجة بتاعتك ان فيتوريا بيلاقي نفسه بيدرب منتخب مصر مع ان فيتوريا قد يكون ابعد واحد ممكن يجي يدرب منتخب مصر لو بتنت بتختاره وبتنتقل ليه عشان مالوش اي حاجة في افريقيا لا يمتلك طب في حاجة غريبة يا كابتن ايمي متخب مصر ده عشان حد يقوده لازم يقوحش من الوحوش انت لازم وحش من وحوش افريقيا اسم قوي يخوف يخوف اللعيبة ويخوف الاندية والمنتخبات ويخوف افريقيا كلها اشتركوا في القناة